هايك مجهزان ايه بقى عشان يبقى البرنامج اشطر ماما مختلف فوق اللي انت قلتي انه الامهات يعيني فعلا تايهين ما بين السوشال ميديا والرخبطة النصايح هم كمان تايهين في احساسهم يعني انا بالنسبالي كامم عندي رخبطة شديدة الولاد دول هم اللي منعيني اخرج لكن بحبهم هم اللي مخليني اصرف كل فلوسي لكن مقدرش عايش من غيرهم هم اللي انا عايزهم صحة قوي وانا عارفة انه لما بعقبهم وبعدل سلوكهم هو ده دولي الاول لكن بيصابوا علي ولما بيناموا متضايقين بزعل اللخبطة دي هي اللي عاملة عند الامهات مشكلة معكوسة عليهم قصد حيك تقولي كده ان ده معكوسة عليهم بنتصرف بهزيتيشن بنتصرف بعايزة زي الغرقان اللي بيعايز اشة يمسك فيها علشان ينجو فعايزة النهاردة او في البرنامج بتاعنا نجيب الحلول اللي بعيد عن النظري بعيد عن التنظير بعيد عن يعني نكون اقرب للواقع واقرب للناس واقرب للتطبيق العملي مع ولادنا ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله يعني بفضل حضراتي ربنا وبعدين حضرتك ان شاء الله هنوصل لاحسن نتيجة بإذن الله طيب يا دكتور انا لما دورت على موضوعي ناس بالفترة دي لقيت اهم موضوع دلوقت هي علاقة ولدنا بالمدارس باعتبرنا بداية تعامل دراسي جديد فلقيت معظم الاهالي بتشتكي ان المدرسة بتشتكي من الاطفال او بتشتكي من الولد فدي حلاها هي الام بتقف مضغوطة مش عارفة تتصرف ازاي طيب في السياق ده خليني احكي لك قصة كان فيه ام لبنت اسمها ساندي ساندي الام بتشتغل فمش فضية تتابع اولادها في المدرسة بشكل مستمر لكن متابعهم تماما في الهوموركس والواجبات والعلى الناحى الاكاديمية فالمدرسة استدعت الام فراحت طبعا بتجري فين المشكلة فاول ما دخلت عند الاخصائية في المدرسة قالت لها احنا هنا بخصوص منقشة سلوك ساندي فالام قالت انا متابعة واجباتها بشكل كامل فالاخصائية قلت لها لا احنا مش عارفين ان البنت متفاقة اكاديميا وواضح جدا انه الاسرة عاملة معاها مجهود لكن احنا بنفكر في سلوك البنت البنت هنا ما عندهاش اي رأي ما عندهاش اصحاب قعدة لوحدها تماما البنت حتى لو المدرسة بتصر انها تجاوب الاجابة بتلاقيها عارفة بس صوتها مش مسموع مش بتشارك صاحباتها فهنا الام وقفت وقالت لها لأ انا في لغبطة كده انا مش مامة ساندي اللي بتقصوديها انا مامة ساندي تانية فالاخصائية اكدت لها ان احنا بنتكلم على نفس الشخص حسيت انها مش بنتها مش بنتها بيتكلمها على واحد تانية خالص ايوا لانه البنت في البيت بلطاج صغير شخصية تانية شخصية تانية تماما هي بتاخد حقها تماما والام مهمتها في البيت هي فض النزاعات ما بين البنت واخوتها طول الوقت فهنا شخصية عقلة يعني لا مش موضوع عقلة موضوع البنت بتاخد حقها البنت بتشارك الاسرة في كل انشطتها البنت عايشة بشكل طبيعي جدا فازاي بنقول ان في المدرسة البنت مش بتشارك ومش عايشة حياة صح ومعندهاش صحبات ومش عارفة تاخد حقها ومش عارفة تجاوب فهنا الام تلخبطت وما صدقتش غير لما الاخصائية اخدتها في البريك تشوف بنتها من بعيد فهنا تأكد انها نفس الشخص اللي بيكلموا عنه بالزبط فهنا فيه فرق كبير جدا ما بين الشكوى بتاعت المدرسة والام بتصدقوا لان شخصية الولد او الطفل بتختلف تماما من المدرسة لجوه البيت فاحنا هنا بقى بنسأل سؤال ايه هي شخصية الطفل الحقيقية يعني لما يجي اوصف ساندي اقول هي ذات الشخصية القوية اللي ظهرة في البيت ولا ذات الشخصية الضعيفة اللي ظهرة في المدرسة هو ده السؤال يعني هو المفروض ان الطفل بقى عنده شخصيتين لا الاصدق فين يعني الشخصية اللي صدقها واعتمد على سلوكها فين اللي في البيت عندي ولا اللي في المدرسة هو ده سؤال انتي رأيك ايه لا انا بصراحة فوقية ان الطفل بيبقى عنده يعني مختلف هنا عن هنا دي حقيقية يعني انا تلخبطت دلوقتي معاكي طيب هوا بس يهيق لي انه هو المفروض يبقى شخصيته الحقيقية اللي في المدرسة ولا ايه بالزبط هي شخصية شخصية الطفل الحقيقية هي اللي في المدرسة لانه شخصية الحقيقية بتظهر في غير وجود الأسرة يعني لما يكون الأم والأب والإخوات أو الأسرة المجتمع المقرب للطفل خارج بوحيط رؤيته هنا شخصيته الحقيقية بتظهر وهي بتظهر جزئيا لما تيجي تسيبه مثلا عند مامتك أو عند إخواتك أو عند حد مقرب لك ساعات كتير جدا بنسمع التعليق ده ما تحركش إلا لما جيتي أيوة ما كانش عنيد كده ما بدأش يعيط إلا لما ما كانش كده أبدا فده ليه ده معناه إن هو واخد راحته في وجود أهله أسرته فالشخصية الطفل في البيت بتبقى شخصيته زائد حائط الصد بتاعه زائد الأمان بتاعه فبتبقى شخصية قوية شخصية آمنة لكن في المجتمع المدرسي الشخصية الحقيقية هي اللي بتظهر يعني شخصية الطفل الحقيقية هي اللي بتظهر في المدرسة عشان كده ضروري الأم تصدق السلوك اللي بيطلع في المدرسة وتصدق شكه المدرسة المدرسة دايماً مش ضد الأم بس هي بتقول لها كلام مش مصدقية الولد مش منتبه يعني طب أنا عندي في البيت الولد منتبه جداً ومركز جداً بس في المدرسة مش منتبه مش مركز ده حقيقي لاني انا في البيت بتحكم في المثيرات ده فيه ام بتقفل التلفزيون عشان نذاكر فيه ام بتفصل التلاجة عشان نذاكر فادي في ايده وعيني في عينه وانا بتحكم في المثيرات دي لكن في الفصل فيه حشود من الطلبة فيه فصل بيلعب في البي اي تحت فيه المشرفة بتقول في المايك تعليمات المدرسة برضو حقيقي دكتورة فسرتيلي لما ام بالمدرسة بتشتكي من الطفل فالام تقولك ابني ميعملش كده ابدا وتبقى مصممة ان ابنها ميعملش كده مش بتبقى بتجدم المدرسة بتاخد الام انها بتدافع عن الولد اي او بتدافع عن ابنها لا هي مش بتبقى بتدافع هي بتوصف وضعه في البيت هو في البيت بلتجز غنن انه في المدرسة ضعيف في البيت ميركز جدا والدنيا تمام في المدرسة لأ متشتت ومشدوه لانه فيه مثرات كتير جدا فهو ده الوضع فلازم الام لو عايزة تبقى اشتر ماما لازم تصدق في شكوى المدرسة المدرسة يا دايما اصدق في التعبير عن سرق الاطفال ودايما اصدق حتى الام لما بتجيه العيادة تقولي الولد عنيد اول سؤال بسأله لها المدرسة بتشتكي لو قالتلي لأ يبقى الولد مش عنيد احنا كده تعلمنا ان الشخصية الحقيقية هي اللي بتبقى بره البيت بتظهر في المدرسة مش اللي او في المدرسة او بره البيت بتظهر مع الطفل خارج محيط اسرته والاسرة خارج محيط رؤيته وهي مش شايفاة يعني مامة ساندي لما شافتها في المدرسة شافتها من بعيد البنت ما شافتهاش فكت على صبعاتها وشخصيتها الحقيقية فلازم الام عشان تبقى اشتر ماما وعشان تقف على سلوك اطفالها الحقيقي عشان تبدأ تعالجه تصدق المدرسة بالضبط اقتنع برأي المدرسة لازم اصدق المدرسة طيب اوقات برضو يا دكتورة بيبقى العكس يعني اوقات بيجي الولد او الطفل مش عايز يروح المدرسة بيشتكي لا انا مش عايز اروح وبتقف الام في الوضع ده مش عارفة تتصرف وبتحاول تقنعه ومت برضو بتفشل بتحاول تحببه في المدرسة بتحاول تحببه فيها وبتقنعه ازي تبروح كب كذا لان المدرسة حاجة مهمة طبعا طبعا الام العادية هتحاول تحببه في المدرسة ازاي بالتحفيز وبالترغيب طب لما نرجع هنعمل كذا وكذا كده كلنا كلنا بنعمل كذا ده غلط خالص اشتر ماما بتعمل ايه بتعرف هو رافض المدرسة ليه بتعرف فتعالج السبب لانه هو الطفل مش هيرفض المدرسة المدرسة بايزاوي هو مجتمع لطيف بالنسبة لاطفال بصرف النظر عن الساينس والماث اده اصحابي اصحابي اعيش رحيل عابو يشوف اصحابه تمام ففي اكتر من سبب يخليني رافض اخرج من البيت واروح المدرسة ازا ما لقناش السبب ده فاحنا في حيرة واحنا جهودنا ضائعة مع الاسف يعني احنا هتبقى جهودنا رايحة ان انا بحاول احببه في المدرسة وبحط له تحفيزات وبحط له اغراءات ولكن انا مش باجي على السبب الحقيقي ففي طفل يرفض المدرسة علشان ما عندوش شلة علشان ما عندوش اصحاب وعمره ما حيقوم من النوم الا لو عندو شلة الا لو هو متقبل بحيز يروح يلعب ويتبسط ويتفسح بالضبط مفيش طفل بيروح المدرسة علشان عندو النهاردة حصة مهمة طبعا علشان عندو النهاردة مستقبل وقل لأ لأ دي مفاهيم بتاعتنا احنا طب ارجع معاك تاني بقى اشتر ماما تعمل ايه الاول تبقى تصدق المدرسة لازم وما قولش ابني ما يعملش كده ابدا اللي معانا في البيت مش ولادنا اللي معانا في بيوتنا مش ولادنا فاجأتيني موضوع شخصية تانية اه او ما اه فاجأتيني بيها دي اللي معانا في البيت مش ابني ابني بيظهر يعني انا دلوقتي اولادي الحقيين زهرين حيشين باركسيتهم وانا معاك دلوقتي اه لكن لما روح البيت دول مش شخصيتهم ده ماما جت فلازم اشتر ماما تعرف تصدق شكوة المدرسة واتعرف ان الولادها اللي معانا يبOSTها مش اولادها دول شبه اولادها دول اللي في البيت. شابها أولادها. أولادها. زائد وجودها. زائد. وهي دعم ليهم. بالضبط. حتى لو لم أصدر أي كلام. لكن أنا سابورتي ليه. وأشتر ماما. لما ابنها يرفض المدرسة. لازم تدور على السبب. دي تاني بقى معلومة. ندور على السبب لو رفض يروح المدرسة. هو شخصته ضعيفة. مش عارف يكون أصحاب. هو مش عارف يأخذ حقه.